خلينا فرق بين شغل تاني اللي سمعتم برحل ده سمعتم من الإعلام اللبناني سمعتم من الإعلام اللبناني وبالتالي المطار اليوم شغال وانا مش شغال شغال ولاك ولاك هل إنه أنا بن في عدائية إسرائيل اللي بيقصف المدنيين والأطفال والنساء ببيوتهم وجمعات سكنية إنه حيوفر المرافق العامل للدولة اللبنانية بالتالي الموضوع هيدا موضوع متابع من قبل رئيس الحكومة باتصالاته اليومية مع المجتمع الدولي للإبقاء شو الهدف؟ للإبقاء على المرافق الحيوية أولها مطار رفق الحرير الدول لبيروت المعبر الجو والمعابر البحرية من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس إلى مرفأ صيدة إلى بعض المعابر البري أن تبقى سلكة لكلنا نحن منع الفلاج يعني مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدة وين عم توصل المواد الغذائية الاستراد والتصدير عبر المرافق البحرية المطار طرنشط الأوسط على الأقل سد سغرات سد سغرات بعض الشركات كل الشركات الدولية والعربية لأنه موضوع التأمين ما عادت تأمنت عليها تلك الشركات هتوصل على وطا بالتالي هذا الموضوع موضوع متابع بشكل يومي الموضوع دقيق جدا فيك تنفي تقول ايه تقول لا ما فينا نقول شي لأنه نحن أمام عدو ما عم بفرق بعيشي أخدنا موافقات أممية مع الصليب الأحمر واخدت عشرة أيام الموضوع ومبارح انطلقت بالأمس قافلة المساعدات بمواكبة أممية وأعلام الصليب الأحمر وشوفت اللي صار مبارح تقول لي هذا الموضوع أنه حتى المواكب الأممية كمان وترفيق من المواكب الأممية تتعرض إلى القصف تتعرض إلى القصف شو الهدف تجويع الناس نحن في بعض الأماكن وهمجية العدول الإسرائيلي مش عم تخلينا وعدوانيته وعدوانيته حتى مع شهدائنا حتى مع شهدائنا قلقوا حتى من شهدائنا بعد استشهاده مش عم يخلي الدولة اللبنانية أن تقوم برفع الأنقاض عن الأبنية المهدمة لحتى ندفن شهدائنا والرحمة لإله بتقليه هذا الموضوع لنقدر نحن ننزل القيم الآن الخسائر وقديش العدد إذا نحن الهامجية مش عم نقدر وقصف مستمر بتقليه هذا الموضوع سابق لأوانه ولكن لبنان بلد عصي على الموت شعبه جبار وبعود يعمر البلد من أول وجديد بتكاتف وسواعد كل اللبنانيين دون استثناء على مختلف مشاربهم وطواقفهم وأحزابهم الرهان على اللبناني ويا ما مر علينا يا ما مر علينا وعدنا قمنا من أول وجديد وعمرنا بلدنا من أول وجديد وبالتالي هذا الموضوع إن شاء الله كمان عبر الحكومة ووزارة الأشغال بين عمل دراسات دقيقة علمية وبالتالي هذا الموضوع منقوم بالواجب ومشوف شو الله بيسر أمانه شكرا